مجلس التنمية الاقتصادية تأتي هذه الحلقة النقاشية المنظمة من قبل مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع جامعة جورج تاون الأمريكية لتصلت الضواء على التأثير المهم للقوانين الرقمية والتقدم التقني في مجال التجارة الدولية تتشرف سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة جامعة جورج تاون في تنظيم هذا المؤتمر حول القانون والتقنيات الناشئة والبيئة الرقمية وهذا في الواقع شيء تهتم فيه حكومتنا بشدة مؤخرا تم توقيع التفاقية أمنية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ويعمل أحد عناصرها على التقنيات الناشئة والشبكات الموثوقة لذا فهذه أولوية ليست فقط لحكومة الولايات المتحدة ولكن أيضا لحكومة مملكة البحرين ونحن نتعاون أيضا في مجالات عديدة ونحاول دمج عناصر مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في العمليات الاقتصادية هذه هي الفترة التي تتحول فيها التجارة في السابق كان قانون التجارة يعتمد على الحدود المفتوحة وما نشهده الآن هو فترة ترفع فيها الدول في جميع أنحاء العالم الحدود ونحن نحاول التفكير في النموذج الجديد كيف ستبدو التجارة؟ وهل القيود مناسبة؟ أم أنها أكثر من اللازم؟ ومن الرائع إجراء هذه المحادثة في البحرين لأن البحرين تاريخيا دولة تهتم بالتجارة طرحت خلال الحلقة النقاشية موضوعات متعلقة بالقوانين والتشريعات الرقمية ونقل البيانات عبر الحدود والتقنيات الحديثة في التجارة الدولية مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسب السحابية كثير من المواضيع الهمة جدا على الصعيد التجاري الدولي والتقني تناول مواضيع خاصة بمنظمة التجارة العالمية وتأثير التطورات الأخيرة وما خرج به المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في المنطقة تحديدا في عاصمة تلات الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي وتناول كذلك الكثير من المسائل التي من شأنها أن تساعد على فهم المشاركين بما يدور في أروقة الكثير يعني جهات الاختصاص على مستوى العالم ستغير التكنولوجيا طريقة تفكير البلدان حول القانون والتنظيم وأعتقد أن هناك بالفعل الكثير مما يحدث وقد سمعنا للتو في النقاشات عن بعض القوانين هنا في البحرين وأخذنا فكرة حول مستقبل المجال القانوني على المستوى المحلي والإقليمي أيضا قدمت عرضا مختصرا حول إعادة التنظيم لسوق الاتحاد الأوروبي الرقمية والخدمات الرقمية ولعلكم تعلمون أنه في عام 2022 اعتمد البرلمان الأوروبي والمجلس لوائح رئيسية أحدهما يتعلق بالتنظيم في السوق الرقمية والآخر يتعلق بتنظيم الخدمات الرقمية وفي العام الماضي خلال سبتمبر أدرجت المفوضية الأوروبية ستة مجموعات رقمية عملاقة في مجال المنصات الرقمية المعنية بالوصول إلى الشركات والعملاء والآن منذ الإدراج سيكون لدى هذه الشركات ستة أشهر ستنتهي الآن في غضون يومين لتغير شروط وأحكام خدمتها في السنوات القليلة الماضية أصدرت مملكة البحرين أربعة قوانين تهدف لدعم المنظومة التشريعية في مجال تقنية المعلومات وساهمت في تعزيز التطورات التي شهدتها المملكة في الاقتصاد الرقمي والمعرفي يجتمع الخبراء والمختصون لمناقشة تأثير القوانين المتعلقة بالقطاع الرقمي والتكنولوجيا الناشئة وكيف يمكن لتلك القوانين مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وتأثيراتها على اقتصادات المنطقة والعالم ريم جناحي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين